ابن شيخة المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري كابتن عبدالحق أهلا وسهلا بحضرتك تحياتي وأهلا وسهلا بيك ومنورنا ومشرفنا سلام عليكم كابتن وسلام الحار إلى كل الإخوة المصريين ومصر الحبيبة وخاصة الرياضيين من كل بقاع مصر العزيزة أهلا وسهلا بحضرتك كابتن عبدالحق وسعداء بوجود حضرتك معنا وخليني أسألك مباشرة كيف ترى هذه المواجهة التي تجمع بين الآل واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في السعودية إن شاء الله وكابتن مباراة حتمية يجب أن تكون مباراة استعراضية تليق بصمع القرى الإفريقية وخاصة نكون هنا في قرى آسيا تكون مباراة تسويقية للكرة الإفريقية على كل حال فريق الأهدي غانية على التعريف ومرشح بقوة الفوز لكن تفقد أخي أننا نهللنا كل لقمة سهلة بكل قوة للفوز طبعا على الأقل لم نقدم في حال تهزمة يجب أن نكون راضيين على الأداء تعنا مهما تكون النتيجة إن شاء الله هتكون مباراة استعراضية هتكون مباراة فيها روح رياضية كبيرة ومع بنشك أنها تكون مباراة أقل ليه كابتن عبدالحقق قلت أنه فرص وحظوظ النادي الآلي أكتر في الفوز بهذه المباراة أكيد النادي الأهلي نظرا لتعريف النادي ونظرا للسعطاش من كائس ولا قداش عنده من كائس خذاها النادي الأهلي في مسيرته الإفريقية ونظرا للتعريف البشرية ونظرا 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 لكن احنا شوفت على مباراة واحدة علمنا بحيخ وعلمتنا الكورت القدام أنه على مباراة واحدة كل شيء يكون ممت كل حاجة ممكن في كورت قدم أنا قلت يعني احتراما لصمعة النادي واحتراما لشعب المصري واحتراما للمشجعين دعا الأهلي المصري قلت أن الخريق مؤهل يعني بش يفوز وأنا أبادل حضرتك هذا وأبادلك بالتقدير الأهلي وتقدير مصر بهذه الكلمات بتقدير شديد جدا جدا وأجد في هذه العبارات من الود والمحبة الكثيرة الحقيقة يعني أثمن ما قلت من تصريحات وما وراءها كمان من نية حضرتك كشفت عنه عشان كده كنت حابب أن أنا أسأل مش غريبة على أهلنا في الجزائر هذا الود وهذا القدر من الاحترام والتقدير وخليني أسأل حضرتك هل تبعت الأهلي مؤخرا في آخر لقاءاته سواء في بطولة الدوري أو حتى كمان في دوري أبطال إفريقيا ومن وجهة نظرك ما هي مميزات الأهلي إن كانت موجودة أو إن كنت تريد أن تتحدث عنها والله الأهلي كانت عنده عنده إنتدابات مؤخرة يعني أنا عارش بك كيفاش تكون كيفاش المدرب رح يوظف اللاعبين تاعه كيفاش رح يوظف اللاعبين جدد يعني ما عنديش ما نقدش ما تكونش عندي فكرة شفت مباراة مباراة الكاث أخر مباراة الكاث ما عنديش ما عنديش معطيات شو هل تجوابك أخي كنت تقدم رأي أخذ وعطاء أنا 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 نفكر في فريقي إذا بديت نفكر في قوة الأهلي المصري وبيديت نفكر في قوة اللاعبين وفرديا وجمائيا راح أنا ملعب شكورة راح نبقى نبقى نجين نشط نشط سوبر وخلاص لا أنا أفكر في نفسي واش لازم أنا نعمل واش لازم أنا نقلق الفريق أهلي المصري وكل فريق في العالم عنده قوة قوتها وعنده ضعفتها في كل فريق في العالم وحنا نحاولو نستغلو إذا كان ضعف نحاولو نستغلو يعني باش على الأقل نكونوا نكونوا عندنا قيمة كن نقبلوا نادي الأهلي المصري وتكون عندنا يعني على الأقل جرأك في كلام على الأقل على الأقل باش نكونوا في المستوى إن شاء الله طيب خليدي أسأل حضرتك عن معسكر تونس ومعسكر اتحاد العاصمة كيف تقيمه من وجهة نظرك وبالنسبة أدئيه وناجح في إعداد فريقك لهذا اللقاء السوبر والله كابتنورا ومعسكر أكثر منه بدلي يعني كتعرف بداية 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 الأول أول معسكر خرجنا فيه يعني وعندنا 12 لعاب جديد جبنا يعني تركيبة بشعية واحدة أخرى في 12 لعاب جديد لازم نعرفهم وكنت يعني نعمل كل مرة يعني نشوف وش يقدروا يعطيني من كل واحد وش يقدروا يعطيني في المكان اللي نعطيره وكان يعني أكثر منه عمل عمل يعني بدني وتكنيكو تاكتيك تاكتيكي لعبنا ثلث المباريات يعني ما تقول تشوف القيمة على الفريق في المباريات وأنت يعني عامل يعني عامل كثير يعني من ناحية البدنية كانت القوة العمل كان كبير يعني كان كبير إذا ما ما نقدرش أن نقيمه يعني ولو ربحنا المباريات في ثلاثة لكن ما نقدرش أن نعطيه تقييم صحيح من الأداء تاع الفريق بالنسبة قد إيه قد يشرك الكابتن عبدالحق لاعبين جدد من الصفقات الاثناشرة حياجة ذكرتوهم في مباراة السوبر أو ما تمأنت إليه من هذه الصفقات ومدى نسجامها ومدى كمان عملها البدنية والله كابتن شوف أنا عندي إثناش لعاب جدد كل واحد يحاول باش تكون عنده الفرصة أو تكون عنده يعني فرصة باش يلعب مباراة مباراة سوبر كل اللاعبين يعملوا باش تكون عندهم مكان على الأقل بين العشرة الأولين اللي يدخلوا هذا هو الفرح اللي عندي أنا هذا هو الشيء اللي ينخليني متفائل باللعب لأنا لاعبين شبان لاعبين أول ما أنا لعب ضد الأهل المصري يعني كم من مرة لكن الشبان ممكن حتى واحد ما لعب ضد الأهل المصري لذا يعني بغين حس أنهم بغين يشاركوا لذا لازم يبينوا روحهم محسن من الأخرين اللي بشير بحو ما كان في العشرة الأولين بالنسبة للرحيل أيمن محيوس هدف الفريق هل يؤثر رحيله على الفريق ولا فيه من الصفقات اللي تقدر تعاوض هذا الغياب والله أنا أعرش لكبتن أنا شوك نهار مشة نهار مشة أحيوز ومشري محيوز مشة ولعبين وحد أخرين يعني ما ما لعبناش مباراة ما لعبناش يعني بعدهم ما لعبناش مباراة دولية باش نقدر نطيم هل المحيوز كده أو محيوز كده لذا يعني كين شبان كين شبان اللي بغين يبانوا كين شبان اللي بغين يلعبوا زمره يميش ليس التينيس او بوكس يعني راح تدرب واحد يعني لعاب واحد ايو نسا هما ما ظهروش قدام حضرتك بشكل تقدر تحكم عليهم يعني والله كبت ان نقدر نحكم اكيد انا لي جبتهم اللعابين هذا انا لي انتدبتهم اه لكن تتعرف كرة قدم عن المثناء انه في المباراة الرسمية يبان اللاعب الصحيح صحيح صحيح كي اللاعبين اه كي اللاعبين تشوفهم في المباراة في التمانينات تقول هذا ميسي او صلاح او ما انا عارفش كون ونهار المباراة الرسمية تلقاها فارغ كينين كين هذا الشيء كين وهو مشكل عند المدربين يعني نقطة ده مشكل كبير عند كثير من المدربين عندهم مشاكل في هذا النوع خلينا اسأل حضرتك سؤال بما انه حضرتك دربت رضا سليم في وقت راهد مريضا سليم هو صفقة الاهلي الجديدة واحد من ضمن الصفقات الجديدة كيف تقيمه على الصعيد الفني والبدني وهل هو اضافة للنادي الاهلي او لا كابتن عبدالحق للاسف الصوت بيقطة حاجة بتقول من احسن ايه يا فندم؟ كابتن عبدالحق بالاسف صوت بيقول اه انا اسمعت الحد من احسن اللعبين في افريقيا هنحاول ان احنا برضو اه يبقى موجود معنا كابتن عبدالحق تاني الحد بس الصوت ما اتضح لانه سؤال رضا سليم برضو من اسئلة المهمة راجل حياة في منتال ادب ومنتال الاحترام يعني احترام وتقديره النادي الايلي انا بحب اللهجة دي في الكورة لهجة الهدوء ولهجة المنطقية والامور اللي شبه كده بس في الاول في الاخر برضو خليك فاهم انه المباراة قوية مباراة كبيرة يعني اتحاد العاصمة واحد من الفرق اللي عنده اسم كمان يعني اتعمله الف حساب فرقة اتحاد العاصمة طول الوقت عندها اسم وعندها تاريخه كابتن عبدالحق كمان من المدربين المميزين طب رجعي لنا تاني كابتن عبدالحق كابتن عبدالحق كنت بس اسأل حضرتك على الرضا سليم في حاجة بتقولي من احسن اللعيبة اللي موجودة في افريقيا وبعدين الصوت اتقطعت فضل افندي مكمل قلتك من احسن اللعيبة ليه لابو في الرواق يعني ليه لابو في الرواق في افريقيا بالنسبة ليه شخصيا والله من احسن من احكم فيهم لانه مهاري يضرب كرة ثابتة مروهات دكي ما شاء الله يعني داروا انا نظن باللي داروا صفقة كبيرة مع اسليم صفقة كبيرة صفقة كبيرة كابتن عبدالحق انا طبعا بشكو حك شكرا جزيلا بشكرك على التقدير والكلام الطيب الحقيقة في حق فرقة الاهل وفي حق مصر وهذا ليس بغريب عنك ولا عن اخلاقك انا بشكرك شكرا جزيلا وببدلك نفس المشاعر ونفس التحية شكرا جزيلا